اشتركوا في القناة او اربع مستهدفات رئيسية في المؤسسة اولهم بخصوص رمضان يعني حملة ويتعمون الطعام او مبادرة ويتعمون الطعام وهنتكلم عنها طبعا بالتفصيل وعندنا تاني حاجة برضو بخصوص رمضان تحديدا لان ده موسم بيبقى دايما متعاودين فيه حملة سطرة بما متعاودين فيه دايما ان احنا لازم نشد حلنا شوية في سطرة ولازم نساعد اخواتنا من الغير قادرين الحملة التالتة حملة ومن الماء واللي بنستهدف بها الابار ووصلات المياه والحاجة الجديدة فيها كمان محطات تنقية المياه بالاضافة طبعا الوقف الخيري ووقف النخيل فدي المبادرات الرئاسية المؤسسة شغالة فيها في الفترة حالية وهنتكلم عن كل حاجة فيها بالتفصيل طبعا لان كل حاجة محتاجة نستفيد فيها شوية في الكلام طبعا احنا ممكن نمسك حاجة حاجة يعني مثلا اطعم الطعام هو طبعا دلوقتي في رمضان يعني طبعا هو جميل طول السنة هو طرقنا ان شاء الله للجنة لكن طبعا في رمضان اطعم الطعام شيء اساسي والمؤسسة بتعمل كرسين رمضان وبتعمل وجبات كمان اطعم صح كده؟ حملة وطعمنا الطعام زي محرج بتقولي هي المفترض مش مكتصر على رمضان بس المفترض ان احنا شغلنا عليها طول السنة ولكن احنا بيبقى عندنا حب الخير في رمضان وتحديدا في الاطعام احنا بنشتغل فيها ازاي؟ بنشتغل فيها بكذا وجه الوجه الاول كرتونة رمضان كرتونة رمضان الكرتونة الغذائية اللي بيبقى مكونة من 17 كيلو من المواد الغذائية 17 كيلو دول 13 صنف تكلفة الكرتونة 200 جنيه احنا بنستهدف ان احنا نوزع في خلال شهر رمضان المبارك 50 الف كرتونة وزعنا مرحلة اولة وشغلين دلوقتي في المرحلة التانية وان شاء الله بعد 15 او 20 رمضان هننفذ المرحلة التالتة وكل يوم بنتواصل مع السادة المتبرعين علشان يشوفوا الاماكن اللي بنوزع فيها وكل يوم بنوصق لهم الاعمال بتاعتهم علشان يشوفوا اللي تبرعوا فيه في كرتونة رمضان عمل ازاي احنا بنحاول نوصل لأكبر عدد ممكن من الاسر المحتاجة والاسر الفقيرة مش بس في القرى الاشد فاكرا لا احنا كمان بندخل في الاحياء الاشد فاكرا لان دايما بنبقى احنا الناس شغالة على القرى كلها المؤسسات وبينسوا دايما الاحياء فيها عندنا احياء جوه مصر الاحياء دي بتبقى اولى بالرعاية احنا بقينا بنستهدف الاحياء الاشد احتياجا داخل المحافظات في وسط الدلتة في القاهرة في الجيزة بالاضافة طبعا للصعيد احنا موجودين في كافة محافظات الصعيد فبنبدأ نركز على الاسر الاشد احتياجا بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجامعيات لان احنا طبعا مؤسسة مظلة ومعنا جامعات شريكة بتتعدد 300 او 350 جامعات تقريبا بنتعاون معهم وبنرصد الحالات بتاعتهم من خلال الرصد الميداني لهم وبننزل طبعا نتشك عليهم بالفريق بتاعنا وبعد كده بنبدأ في حملات التوزيع بالجدولة المحتوطة لها طيب جنب الكرتونة بنبقى شغالين في الوجبات الوجبات دي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن نبقى احنا شايفينها مجرد وجبة بتتقدم للأسرة لكن هي لا اولا لو ما تقدمتلوش ممكن يبقى من غير اكل واحنا عندنا رمضان قايم على الفطار وعلى الصحور فيه أسر كتير جدا ما بتصحرش هي بتبقى معتملة على الوجبة الرئيسية بتاعتها اللي هي الفطار فطبعا احنا يعني ليل النهار شغالين على اننا نوفر الوجبات للأسر اللي فعليا بيتها ما بيبقاش فيها لا رز ولا مكارونا ولا زيت ولا ولا بديها الكرتونة وبسعيدها اننا الكرتونة علشان تقضيها وقت طويل لا بسعيدها اننا ابقى موفر لها وجبة غذائية تقدر هي ولادها في خلال اليوم مع وقت الفطار ومع وقت المغرب يقدروا يفطروا منها لان فعليا فعليا احنا بندخل بيوت ما بيبقاش فيها حتى لعيش فاحنا بنرصد كل يوم بنرصد محتاجين بعد الرصد ده نقدر نغطي علشان نقدر نغطي لازم هيبقى فيه تواصل مباشر وعمل احنا حد وسيط ما بين الأسر وما بين السادة المتبرعين فانا برصد يعني انا دايما بعمل علايا وبرصد ببقى موجود في كل المحافظات للرصد وعدد الأسر اللي عندي لا كتير وكتير جدا بعد الرصد ببقى محتاج ان انا نفذ احنا فعليا يوميا بننفذ بس فيه أحياء وفيه كرة بتبقى شد احتياجا محتاج لو انا بنزل المية لا محتاج نزل متين فيه فيه يعني انا طول الوقت بيبقى فيه خلصت قرية بيبقى عندي قرية تانية خلصت محافظة بيبقى عندي محافظة تانية فاحنا خلال الشهر الكريم فعليا وانا قاعد بكالب محارتك النهاردة الناس منتشرة في عدد كبير جدا من المحافظات بمستهدفهم اليومي بيوزعوا عدد الوجبات المطلوب منهم في كل يوم واحنا محتاجين ان احنا ده يبقى دايما في الزيادة طبعا الزيادة مفيش منها مشكلة خلص لانه ده طبعا بمبادرة السادة للمتبرعين ودايما احنا شغالين بهم يعني احنا بنقول ان الكارتونة اللي بتعملها مؤسسة نبض الحياة بمتين جنيه لكن هي تكلفتها اعلى من كده انا لو روح تنلى اشتريها هتبقى وقفة عليا بقربة 300 جنيه لكن المؤسسة بتعرف تجيبها من المصانع مباشرة فبتوفر احنا طبعا يعني لنا اتفاقيات مع المصانع ولنا اتفاقيات مع السادة الموردين بنقلل في التكلفة الفعالية للكارتونة وده طبعا ببقى الأسباب كتير ما هو حريك لما بتبصلها بتبصلها من عدة أوجه الكمية اللي انا بوفرها من اتجاه بتخدم عدد أسر أكبر ومن اتجاه تاني بتخدمني ان انا اقدر اجيب سعر أقل لتكلفة الكارتونة فهو انا كل ما بقدر اساعد ناس أكتر او كل ما بقدر السادة المتبرعين بيساهموا معنا بشكل يخلينا اقدموا ساعدات بشكل أكبر انا بقدر احقق التارجد بتاعي من اتجاهين الاتجاه الاول ان انا بغطي عدد أسر أكبر لان طبعا انا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نعدي لخمسين ألف كارتونة وان احنا نعدي اللي احنا مستهدفينه بشكل أكبر لان انا فعليا عندي احتاجات كبيرة جدا يعني ومن الناحية التانية بقدر اتعامل مع السادة الموردين او المصانع الموردة ان انا خلاص يعني انا كل ما الكمية بتاعلى كل ما التكلفة لازم انا بتفوت فيها علشان السعر بتاعها اقل ففعليا زي ما حردك بتقول هي تكلفة الكارتونة دخل على 300 جنيه خاصة بعد الاسعار الفترة اللي فاتت يعني حصل فيها زيادة شوية ولكن احنا محافظين على سعر الكارتونة بمحتوياتها بال17 كيلو اللي فيها بال13 محتوى المختلف اللي فيها وكل يوم شغلين توزيع بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفعليا دلوقتي خلاص ازاي ما قلت الحردك خلصنا المرحلة الاولى وشغلين في المرحلة التانية ان شاء الله بعد 15 أو 20 رمضان حسب يعني ما ربنا هيكرمنا هنبدأ ننفذ المرحلة التالتة بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله طب احنا بقى مع المشاهدين نشوف اول تقرير للطعام ومؤسسة نبض الحياة وهنرجع طبعا نعلق عليه ان افضل با يتقرب به الانسان الى ربه من الطعات واعظم ما يؤديه من العبادات الطعام الطعام وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل عن افضل خصال الاسلام فقال الطعام الطعام مؤسسة نبض الحياة هدفها الاساسي خدمة المجتمع نسأل الله لهم التوفيق زي ما انتو شايفين مؤسسة نبض الحياة قامت بمتبرعيها والناس الطيبين اهل الخير واهل الفضل ان احنا نعمل كرتونة رمضان فاحنا عايزين دايما نكونوا مواعظنا شوفوا السعادة شوفوا الفرحة بتاع اي بيت بتدخله كرتونة من كاراتين مؤسسة نبض الحياة كرتونة الخير اللي فيها الخيرات اللي هو محتاجهم فيها سمنة فيها زيت فيها رز فيها طمر فيها كل شاي سكر كل الاحتياجات اللي اي بيت محتاجها حطيناها في كرتونة نبض الحياة كرتونة رمضان يلا يا شباب تمام كل اللي نور حبيبي احمد بالنفذ كافة المساعدات الطبيعية يعني كرتونة موجودة ويطعمون الطعام الوجبات الغذائية موجودة كمان معانا تجهيز العراس ان شاء الله اخر الشهر حملة كبيرة جدا موسعة على نطاق الجمهورية موجودة الاسقف للأسر المتضررة من الاسقف موجودة كل الانشطة اللي المؤسسة بيتمارسها في الشهور بتاعتها عادية موجودة وبيزيد عليها الخير الفياض بمساهمة حضراتك شفنا طبعا مشاهدينا معاكم التقرير وزي ما كنا منتكلم على اطعام الطعام ومؤسسة نبض الحياة احنا هنا شفنا كراتين رمضان توزيحها بقى ده جزء كده يوم من ايام التوزيع ده يوم من ايام التوزيع احنا انا ما بقدرش فعليا نغطي كل ايام التوزيع لان انا بيبقى عندي في اليوم الواحد 3 او 4 كرة في 3 او 4 محافظات مختلفين احنا قلنا انتو لغايض الوقت عملتوا كم كرتونة والهاتف بقى بعد كده احنا المرحلة الاولى اللي حرضك كنا بنشوفها في التقرير دلوقتي 15 ألف كرتونة المرحلة اللي احنا شغالين فيها الهات التانية اللي شغالين فيها فعاليا دي انتهت المرحلة اللي شغالين فيها الدلوقتي 15 ألف كرتونة عندنا المستهدف بتاع المرحلة التالتة ان شاء الله اللي هو تكملة الـ 50 ألف 20 ألف كارتون بس هو المنظور بتاع الكارتين أو الوجبات الغذائية احنا عندنا كمان الوجبات فيها يعني احنا بتعامل فيها بشكلين مختلفين الوجبة المستوية ودي بتبقى في لانش بوكس كده بيبقى فيها ربع فرخة أو ما يوازيها من اللحوم ورز أو ما يوازيه من المكارونا برضو وخضار روتين ونشويات وخضار بالزبط وكمان بيبقى معها البكت بتاع العصير وإزازة ماء دي وجبة وفي عندنا كمان الوجبات اللي هي بتبقى مش مستوية الوجبة بتبقى عبارة عن فرخة كاملة أو ما يعادل الفرخة دي الفرخة بتبقى تقريبا 100 كيلو ومتين جرام أو ما يعادلها من اللحوم وبيبقى معها 600 جرام رز أو نصف كيلو مكارونا وبيبقى برضو حطين معها حاجة من الخضار أي نوع من أنواع الخضار بحيث أن الأسرة تخذها تطبخها في البيت تطبخها في البيت وفي الوقت اللي نسبها يعني هي تطبخها وبالعدد اللي نسبها يعني هي ممكن عدد الأسرة مثلا يكون تقدر تستخدم الوجبة دي الفرخة دي على مرتين فأنا مجبرهاش أن أديها أربع وجبات مثلا طبعا ده بيبقى باستكشاف مسبق وبيبقى حصلنا عدد الأسر والكلام ده كله بس دايما المستكشفين الحالات باستعطفهم لأن احنا بنبص للوجبة أن هي وجبة يعني وجبة ما بتأثرش معايا في حاجة لكن لا الوضع عند الناس لأ حاجة تانية وهي تكلفة الوجبة عندنا في مؤسسة نبض الحياة اللي هي المستوية أربعين جنيه وتكلفة الوجبة اللي هي مش مستوية اللي هي بتبقى الفرخة كاملة ومعاها محتوياتها مائة جنيه فدي التكلفة الفعالية اللي احنا بننفذ بيها الوجبات الموضوع بيبقى بالنسبة لنا أن دي وجبة أنا اتبرعت باربعين جنيه اللي هو تمن الوجبة أو بمئة جنيه بتمن الوجبة الكاملة اللي مش مستوية اللي بتقضي أربع أفراد بالنسبة لي هو تبرع هو بالنسبة للأسرة مش تبرع خالص يعني هو احنا يعني بتعامل مع حالات أو مع حد من الأسر الأشد احتياجا يعني هي بترضى بلقم تعيش بس تفتر بيها يومها معاها تمرية أو بلحة أو شوات مية يعني هي بالنسبة لها فلما احنا بيبقى دخلين عليها بوجبة فيها بروتين وبالشكل اللي احنا بنتكلم فيه ده لا هي بتتعامل مع الوجبة ده أن النهاردة فرحة فهي بيبقى عندها فعاليان في بيتها النهاردة بتلم بقى ولادها بيتجمعوا على الأكلة بيبقى في حاجة ويبقوا حاسين أنهم الله بتجمعها آه حاسين أن هي بتجمعهم وإحنا بنستشعر الأدمية في الإحسان طبعا أحلى حاجة الإطعام اللي من رعي فيه الكرامة الكرامة والإحسان آه ومن حسنات الإكرام كمان يعني احنا دائما بنسأل مشايخنا وبنتناقش معهم في النقطة دي الإكرام في الوجبات الغذائية والإحسان في الصدق فيها إن هي ينفع يكلها الفقير وينفع يكلها الغني وينفع يكلها اللي محتاج وينفع ما يكلاش اللي مش محتاج فينفع مثلا وزع على الطرق في الطرق اللي ماشي في وقت الفطار ينفع بس إحنا من شدة اللي احنا شفناه في الكرة والإحتياج الفعلي للناس الناس فعليا ما بقاش عندهم مية وإحنا بنشتغل عليهم في المية فعليا ما بقاش عندهم وجبات طب المية هو بقدر يوفرها بمع مشوار لحد ما ربنا بيكرم وإحنا بنقدر نساعده فنقدر ندخله وصلة مية أو بنقدر نعمل له محط التحليق أو بنعمل له بير أو كلام ده طب الوجبة يعني هل هو هينفع اليوم يعد عليه وهو مفترش ده ببقى صعب يعني حتى في اليام العادية الناس بتقدر تمر على مدار اليوم بيكون لقمة بيعمل أي اليوم بيعدي معاه لكن لما بيبقى ماشي في 12 ساعة صيام أو 11 ساعة صيام وبيبقى منتظر الوجبة بتاعته الغذائية وما بتجيلوش الموضوع بيبقى صعب جدا والناس اللي هي الوسيطة اللي معانا الجماعات الشريكة فعليا بتتعب جدا يعني هما بيجوا لينا للمؤسسات المظلة بيجوا النبض الحياة بيتعاملوا معانا اللي هو يا جماعة بقدر المستطاع أنا بقول له هديك مثلا في اليوم 100 وجبة على قد عدد الأسر اللي عندك فهو بيبقى بيتعامل معاك كأنه هو اللي هيخد الوجبات لنفسه من شدة رؤيته للوضع الحالة طب معلش طب هنخليهم متين طب انت شايف الكشف في عدد حالة عامل ازاي عايز يعني يفرحك كل فبوصل معاه في الآخر انه هو طب انا هنزل اعمل تشيك على الكشف ده ونشوف فبنزل فعليا بلاقي الوضع لا هو متين مش كفاية وتلتم ما مش كفاية لان الأسرة فعليا احنا لما بندهم عدد وجبات أقل من عدد الأسرة ربع الفرخة ده بيقسموه فأنا ما ببقاش ببقى عايز أوصل لدرجة الإحسان فلو الأسرة فيها أربع أفراد أديهم أربع وجبات كاملة أول وجبة اللي هي فيها الفرخة اللي بتقضي أربع أفراد كاملين ما تدلهاش مثلا هم أربعة فاديهم وجبتين فترجع بتضطر ان هم كل اتنين يأكلوا في وجبة فلا الاحتياج بتاع الأسرة كبير يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ندي ونشبع ندي ونشبع بالصف ندي ونشبع وكمان شكل الوجبة يعني لا شكل الوجبة بيكون كويس يعني بيكون من اللي احنا بنكل منه يعني الوجبات دي من اللي احنا بنكل منها فاحنا بنحاول نوصل للقدر المستطاع من الأسر ونكفيهم ما تدلهاش حاجة يبقى هو مش حاسس لا أنا عايزة كمل فرحته عايزة بقى احنا في شهر مبارك يعني عايزة بقى وإحنا بنديله الحاجة دي يكون هو حاسس بإيمتها يعني هو كده كده حاسس بإيمتها طبعا ولو أقلم كده بكده من كده بيحاس به بس أنا عايزه بحاسس بالإحسان وبالمشاركة حاسس ان هو مش لوحده حاسس ان هو يعني أصعب حاجة الأكل يعني أصعب حاجة اللقمة فبيقدر يستحمل ان الماء يتغيب عليه شوية لحد ما تجيله بيقدر يستحمل ان هو مثلا عادي بقى داخل عليه ما يجيبش العيال ولبس جديد والكلام ده كله لكن الأكل لا يعني الأكل ما بقدرش يستنى عليه طبعا هذا أهم ضرورة من احتياجات يعني طبعا الحياة بالزبط فاحنا بنوفرها بشكل الكرتونة تقضيها على مدار الشهر بشكل متنوع في طبقاته اليومية وبنحاول برضو نساعد معاه في الوجبات الغذائية طبعا بنحصر بقى نشوف عدد أفراد الأسرة كام بنديلو بما وزيها وجبات غذائية سواء مستوية أو نية حسب حالة الأسرة يعني نهاية ربنا يتقبل طيب احنا دلوقتي بقى نشوف تقرير احنا عندنا ايه زي ما تكلمنا ان في سطرة كمان من ضمن المبادرات هنشوفه ونرجع نعلق عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حضراتكم عبدالعزيز محمد ريلا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة النهاردة احنا في محافظة الغربية وزي ما انتم شايفين في حاملة سطرة وزي ما متعودين دايما من مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية على المبادرات الجميلة اللي بتكون سبب في إسعاد كافة الأسر النهاردة بدأنا في حاملة سطرة من محافظة الغربية بنساهم في تجهيز 50 عروسة وبنتكفل بكامل تجهيزهم وطبعا برعاية السيد المحافظة الغربية بنقدم له كامل الشكر للدعم والمجهود الباينج الكبير جدا وان شاء الله على أمل ان يكون فيه استمرارية طويلة وكبيرة للمجهودات الخيرية لنا بكافة المحافظات على نفس النهج حاملة سطرة مقدمة من مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية زي ما متعودين دايما من مؤسسة نبض الحياة في الحملات الخيرية الكبيرة الوسعة اللي بتساعد الناس في كل أنحاء الجمهورية ودايما الشكر مهما قدمنا لحضراتكم مش هيكون كما يجب أن يكون لأن حضراتكم دايما الداعم الأساسي والرئيسي لمؤسسة نبض الحياة وبيكم ان شاء الله مستمريين وبيكم هتزدهر أعمالنا وبيكم ان شاء الله كل الأسر المحتاجة على مستوى جمهورية مصر العربية هتكون قد التحدي وقد المسؤولية بحضراتكم في مؤسس نبض الحياة شكرا لكم شفنا طبعا التقرير وحاملة سترة هي تجهيز العرايس مظبوط صحي كده؟ حاملة سترة من الحاملات القريبة لأبدا شخصان جدا يعني ليه؟ لأن هي اسمها على مسمى هي سترة فعلا التقرير اللي احنا لسا شايفينه كان في محافظة الغربية نفزنا بعديه على طول في محافظة أسوان وإحنا عندنا الفترة الحالية احنا بنستهدف خمس محافظات جديدة وخلال شهر رمضان وبعد شهر رمضان لأنه ده الموسم تحديدا اللي احنا بنرصد فيه أكتر حالات زواج بتبقى بعد رمضان مباشرة بعد العيد الصغير بعد عيد الفطر مباشرة وبعد عيد الأطحى مباشرة ده الموسم اللي هو ما بينهم هما الاثنين وبعدهم فيه التزاوج كتير فاحنا بنستهدف في الفترة دي تجهيز 300 عروسة ده الفعلي ده العدد الفعلي اللي تحت إيدي لحد دلوقتي وما زلنا في استكشفات طبعا ولكن احنا اللي احنا مستقرين عليه ان احنا بنستهدف تجهيز 300 عروسة كل عروسة زي محارك شفت في الأجهزة اللي كانت معروضة في التقرير بنجهزها في سبع أجهزة أنا بتمنى بربنا سبحانه وتعالى انه يكرمنا ونقدر نجهز أكتر من كده بس احنا بنحاول نوفر الأساسيات في الجهاز يعني المروحة، البتجاز، الغسالة، المكنسة، قلنا الغسالة طبعا أساسي البتجاز والغسالة والتلاجة دول ما فيش غنى عنهم انتوا بقى مزودين كمان المكنسة، المكنسة، مروحة، المكوى، وخلاط وخلاط، دول السبع أجهزة بنستهدف ان احنا نزود شوية لان فعليا الناس اللي بتروحوا لها الحاجة دي ما بتبقاش قادرة تجيب حتى الحاجات اللي هي بتاعة المكنسة العادية والحالة لا هي مش قادرة يعني لو قلنا هتجيبس الجادة أو هتجيبسة لا هي مش قادرة ففعليا كل حاجة بنقدر نوفرها لها أنا بتمنى بربنا سبحانه وتعالى أن السبع دولي بأحداشر يعني أنا في مستدفن أنا نفسي بأحداشر جهاز الأكتر من كده يعني مش شرط حردك لو حد حابب معنا يساهم مش شرط أنه أنا بقوله مش شرط أنه يساهم بتبرع مالي بس ممكن يقدر يساهم معنا إحنا قلنا الأجهزة اللي إحنا بنجيبها العرائس ممكن يقول أنا أقدر أوفر لكم مثلا أجهزة كهربائية بتدوها لأهل نو سهلا يعني ما فيش مشكلة خالص أنه يقدر يساهم معنا مش لازم تبرع مدي مش لازم تبرع مدي أنا الهدف بالنسبة لي أن أنا أقدر أساعد العروسة أقدر أخليها زي ما إحنا بنقول حملة سطرة أقدر أنفذ الاسم ده على الحملة لأن أنا من الحاجات اللي هي بتبقى صعبة جدا علينا في بعض الأوقات بلاقي من إخواتنا الأشد احتياجا يعني أحد عروسة مثلا خريجت كلها من كلية القمة وحصل معينا شخصيا في مرة من المرات أن كان عندي عروستين في نفس الوقت عروسة خارج الطب طب بطري وعروسة أخطاءت تانية خارج الطب أسنان فالتنين ده كترة فهتعامل معهم إزاي طبيعي يعني أن أنا حتى لو بجيب يعني في بعض السادة المتبرعين بيقول لي أنت بتجيب البوتجاز كم شعلة فأنا في بعض الناس بتخطيب أن أنا أجيبه أربعة لا أنا بجيبه خمسة لأن أنا مش هديلي الحالة أو للمستفيد والمستفيد يبدأ يبقى عايز لا ده بنتي دخلت بوتجاز أربعة شعلة طب أهل جزها يبصوا له إزاي أنا بحاول أجيب لها الحاجة اللي هي في متوسط المستوى بتاح في متوسط المستوى اللي هو محدش بعد كده يقول لها أنت جايبها حاجة مش كويسة جايبها حاجة لا بجيب لها الحاجة في متوسط المستوى بتاح طيب لما بيبقى عندي حالة زي الحالات اللي هي وفعاليا أنا عندي كتير من كده يعني زي النموذج اللي أنا ذكرته ده هتعامل معها إزاي يعني أنا حاجة أنا ببقى فرحان بيها ببقى مبسوط بيها وفي نفس الوقت متأزم ربوها وعملوا اللي عليهم معاهم وتعبوا جدا في الفترة اللي هي بتاعت الكلية ومصاريف الكلية فالناس خلاص يعني يعني جابت أخيرها ودي دكتورة فلازم تبقى فبنبدأ نشد حيلنا معاهم شويتين كمان علشان نشوف الاحتياجات اللي نقصة لها زيادة عن السبع أجهزة اللي احنا بنجيبهم وبنوفرها لهم فعليا لأن الحالات دي عندنا طبعا بيجينا بقى حالات والدها عنده فشل كلوية والدها عنده مريض بحاجة معينة فمش قادر يعني هيصرف على العلاج بتاعه ولا هيصرف على تجهز بنته ولا ولا فالوضع اللي الأب بيبقى فيه في الوضع ده بيبقى صعب جدا فيش حد يقدر يتحمله فإحنا بنحاول نشيل عنهم الحرج يعني ده من أعظم الصداقات حمل السطرة من أعظم الصداقات من وجهة نظر أنا لأنها فعليا فيها ستر مش مؤمن ده بنت مؤمنة هي وآلها يعني إحنا بنوصل به من درجة اللي هو الأب اللي النهار ما بينامش فعليا ما بينامش فعليا علشان مش عارف هيقول لأهل خطيب بنته أو جوز بنته إيه وبقى فيه ناس كتبت كتابها فعليا والحاجة مش موجودة فالحمد لله احنا بنحاول بقدر الإمكان نوصل لأفضل شكل في الموضوع ده لا ما شاء الله ربنا يكرمك ويقدرك وبشكر حدرك في نهاية حلقتنا وبشكركم ومشاهدينا ونسيبكم آخر تقرير خير في حلقتنا النهار ده كما مؤسسة نمد الحياة ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به أجر إلى يوم القيامة ومعنى أنه مستمر أن يكون صدقة جارية حتى بعد وفاة الإجزان الذي غرسه وزواجه مؤسسة نبض الحياة هدفها الأساسي خدمة المجتمع نسأل الله له التوفيق أنا جيت هنا عشان أزرع النقلة عشان خاتر محمد لما قال لي يا أمي أنا رايح سينة وهستشد هناك عشان تربّلك بشكر ربنا سبحانه وتعالى إنه ربنا وفقني وقدرت أعمل حاجة بسيطة جداً لأمي وأبويا نخلع صدقة جارية على روحهم وده أقل واجب إحنا بنشكر مؤسسة نبض الحياة إن هي أتحت لنا الفرصة إن إحنا نعمل خير في هذا المكان وإن نوعية النخل يا جماعة اللي إحنا بنزراعه ده نخل اسمه المجدول من أنقى وأرقى من نوع النخل فدي حاجة عظيمة جداً 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 وسواب وصدقة جارية مدى الحياة إحنا ثلاثة أخوات أنا الحاجة ربحة بوصمرة من المنصورة والحاجة هادية بوصمرة والحاجة صبرة بوصمرة جانا عملنا كل واحدة عملت نخلة عملنا هيعمل صدقة جارية للينا في حياتنا وبعد مماتنا وإن شاء الله هنجي نعمل كمان وكمان ونجيب ولادنا وبوازنا وكلنا هنجي نعمل إن شاء الله أنا جات هنا نبض الحياة مرة واثنين وثلاثة أول مرحلة زرحت هنا في الواد الجديد ثلاث نخلات واحدة باسم والدي وأختي ومي الله يرحمهم وزرحت واحدة باسمي أنا وجزي ولادي وزرحت واحدة لوحدة صديقة لي الأهمية زرع النخيل وهيدر بالخير الوفير على السادة المشاهدين والمستمعين المحتاجين فقررنا أنا وعيلتي إن احنا نشترك في خمس نخلات كان في إيدي نخلتان كمان جايز راحهم اتصلت بنبض الحياة قال لي لأ خلان المرحلة الجاية في شهر تسعة وجزاهم عنا كل خير لإن هي دي الأساس نبض الحياة هي الأساس بإذن الله كل عمب أمر الله اللي هنقدر عليها نعمله للكل ولله خلص الواجه الكريم والله وأنا يوم ما اتبضحت الوالدي بالنخلتان عملت بردولية أنا أتي عملت صدقة جارية نخلة لولدك أه ثلاثين خمسة بس أنا ما جاتش المندوق جي وخد مني الفلوس فأخويا بقى شجعني وقال لي لازم نروح نزرع ونشوف على أرض الواقع بإعلن حاجة تانية جميلة جميلة